إذن هذا بالنسبة للحمولة المعرفية بعد ذلك النقطة الثانية في مجال الإعدادات القبلية هي نقطة التوازن في الشخصية شخصية المفكر أو شخصية هذا الرجل الذي سيبحث في هذه القضايا الفكرية ينبغي أن يكون فيها توازن أول درجات التوازن أن لا يكون من المتسرعين في الأحكام عدم التسرع في الحكم في الصحيح صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في قصة وفدي عبد القيس أنه قال لأشجي عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناه الأناة خصلة تبعث على التثبت وعدم التسرع وعدم التعجل صاحب الشخصية المتسرعة التي ليس فيها أنا يتسرع في الأحكام من الأمثل على ذلك أحداث آخر الزمان الثابتة في الشرع في النصوص الوحي يعني الأحداث التي تكون علامات الساعة الكبرى وغير الصغرى والكبرى وغير كثير من المتسرعين عند أدنى حدث حرب معركة فتنة كارثة طبيعية تقع فإنه يبادر إلى تنزيل تلك النصوص المتعلقة بأحداث آخر الزمان على هذا الواقع إذا حدثت معركة في الشام بين المسلمين وكفر أحداث آخر الزمان وقعت وهذه الأحداث الأخيرة وبعدها المهدي والمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وغير هذا التسرع في الأحكام لا يناسب الشخصية المتوازنة المتأنية المتثبتة التي لا تسرع في تنزيل الأحكام أيضا الشخصية المتوازنة بطبعها لا تتسرع في التقلب لا تتقلب بسرعة بين المناهج بل لا تنتقل من فكر ومنهج إلى فكر آخر إلا بعد تقليب النظر والتدبر والتأمل يعني من الطريف أنني أجد اليوم بعض الصغار الطلبة عمره بين العشرين والأربع والعشرين يكتب على مواقع التواصل ما معناه بعد تأمل طويل تبين لي أن المنهج الفلاني سلفية صوفية ما أدري غير صحيح أو حتى الإسلام كله غير صحيح وأنا قررت أن أصبح في الطرف الآخر يصبح ملحدا أو يصبح كذا أنا لا أشكال عندي في أن ينتقل لا إشكال من الناحية القدرية لا الشرعية ولكن أن يقول بعد تأمل وتدبر وأنت عمرك بهذا السن لا يمكن عمليا لا يمكن حتى حمولتك المعرفية لا تؤهلك لذلك زد عليها التجارب والخبرات التي اكتسبتها لا تؤهلك لذلك زد على ذلك الزمن الذي تسكن فيه الأفكار وتثبت وترسخ وتناقش وتحلل وتنتقد الزمن لا يكفي فلا يمكن أن تقولي بعد تدبر طويل مستحيل قل لي أنني من النوع المزاجي المتقلب الذي يقول اليوم قولا ويقول غدا بخلافه أصدقك لكن لا تقولي بعد تأمل وتدبر أيضا الشخصية المتوازنة هي شخصية وسط بين إفراط وتفريط بعض الناس متفائلون بطبعهم مطلقا وآخرون متشائمون بطبعهم يعني واحد إذا رأى الأمة كلها تذبح وتذل متفائل دائما ويقول لا لا الأمة في انتصار ولا توجد هزيم ولا إيشا والآخر بعكسه عند أدنى انتكاسة عند أدنى قتل لأشخاص أو انتكاسة لثورة أو انتكاسة لثورة على ظالم مثلا أو على كافر أو يبادر فيقول نحن لم يعد هناك أمل في الحياة ولا نحتاج إلى السعي الوسط بين هذين مطلوب التوازن بين هذا الإفراط وذلك التفريط مطلوب جدا وأيضا التوازن بين الغلو والتميع بعض الناس بطبعهم متميعون متساهلون وآخرون بطبعهم أصحاب غلو وتشديد يعني في كثير من الأحيان الغلو ليس مسألة فكرية أو عقدية أو استدلالية برهانية في كثير من الأحيان هي القضية مرتبطة بالنفس بشخصية هذا صاحب الغلو أو بشخصية صاحب التميع اشتركوا في القناة